بكل خير ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برامج بالواضحة بعد ثماني سنوات في القسم الوطني الثاني وبعد مصار شاق وصعب بات فريق اتحاد الطنج على بعد خطوات ليضع قدمه في البطولة الاحترافية فلماذا انتظرت مكونات اتحاد الطنج كل هذا الوقت ام ان المشاكل التي عاناها الفريق وقفت صدا منيعا لتحقيق ذلك وهل وضع المكتب المسير للفريق استراتيجيته لتقديم فريق منافس بامكانه اعادة مجده الكراوي سنحاول مشاهدين الكرام ومن خلال تنقل فريق برنامج بالواضح إلى مدينة طنج الحديث عن استراتيجية وبرنامج اتحاد طنج خلال الموسم المقبل ويحضر معي رئيس اتحاد طنج لكرة القدم عبد الحميد أورشان مرحبا بك أهلا وسهلا أخ مراد مرحبا بكم في مدينة طنج وكشكركم على اهتمام بفريقنا في التحاد طنج كما يعرف الجميع نحن كرئيس تقريبا ثلاث سنوات أخذت هذا الفريق الذي كان كأشوح صعوبة من ناحية البالية ومن ناحية التسير حتى فيما يخص الجانب كان ديال اللاعبين كانت واحدة العشوائية هذا الشيء راجع يمكن قلة الإمكانيات اللي كانت نعم غدين إليس محسي عبد الحميد أورشان سنتكلم على المشاكل اللي عاناها الفريق وإدارة الفريق كذلك خلال ثمان السنوات اللي قداها في القسم الوطني التاني سنتكلم على بعض المشاكل اللي عانيت من أنتك رئيس خلال الثلاث سنوات الماضية لكن كمدخل حينما نتحدث عن مدينة طنجة نتحدث عن قطب صناعي مهم طنجة تاني قطب صناعي بعد مدينة الدار البيضاء فمن اللي كانت تكلم على هذه المعطيات المهمة أكيد اقتصاديا ممكن إلا القطب أو الرياضة هنا في مدينة طنجة تنتعش مع وجود قطب صناعي كاللي يتواجد فيه الآن مدينة طنجة وهذا هو الإشكالي اللي متروحة كنت تعرفوا طنجة بهذا الحجم دياله وهذا الثاني قطب صناعي بعد دار بيضاء مع الأسف هذه الناس ما يعطيوش اهتمام من الرياضة وفي الاستيام من قرات القدم أعطين واحد إشكالية فيما يخص عنده واحد النضراء وهي سيئة على الفريق لتسيحة طنجة بحكم أنا مخلص الرئاسة عملت جوالات دقية أبواب زور الشركات اللي كانت تصلوا بيوم كيقول لك ودي اسمح لي أنا ممكن ليش نعاون فريق الاتحاد طنجة كرة القدم هذا ران بعض المشاكين أنا ما كان عارفش بيضا ما هو شي سيوضحنا هذا مع الأسف غالط قد تعرفوا اليوم كرة القدم هي عند وحش شابية هي كبيرة ولسي ما في بندة طنجة عند وحش جمهور كبير جمهور عريق أغلبية هذه الجمهور وموحة فئة العمرية اللي هي من 12 سنة حتى 60 سنة وتبيني فمية من هذه الجمهور اللي السن دياله من 12 حتى 25 سنة اليوم قرة القدم رجعت واحد للعبة اللي هي حقيقة نسميها لعبة اجتماعية اللي كيمكن لك تخلي واحد فئة شباب تكتب بعد فريق دياله خس كل شيء نخارط فيها أنا قافية الحل من هذه الجولة وحتى وحد ما بيساعدة الفريقة نظرنا أن نشتغل بإمكانيات المادية ديالنا هناك رئيس وكبعد عداء دخل المكتب وحتى السيد الولي مشكورا هذا الفكرة بعد أن لم أشخدت هذه الرئاسة رجعة للهو سؤالي نسمحتي السعب الحامد أبرشان أتصدر على المقاطعة فأي رئيس ربما مانعتها برواش هدية ملغومة أنتخذت الفريق في حد الضرف حساس جدا الفريق كان عرفنا خلال هات 8 سنوات في القسم الوطني التاني عالى مشاكل كثيرة خصوصا على المستواء التسييري فعرض كهذا الإنسان يتحمل مسؤولية رئاسة الفريق بحجم تحط مكوناته بجمهير الملحاحة صعب جدا بالنسبة لي كيف جاءت الفكرة رئاسة هذا الفريق هذا الموضوع في مراد ره الطانجة في الوقت فريق الطانجة كان بديده المسير مع الأسف كنا نرى جدران مكتوبين فيهم انقذوا السيحة الطانجة ووقفت تحتجاجية كي يعملونها الجمهور السيحة الطانجة الوالي سي محمد العقوبي مشكورا كان اخذها هذه الباديرة وجمع رجال أعمال وجمع المسيرين قداما فريق السيحة الطانجة وحق كان يتحدث كلام قالوا معيب على محجم مدينة الطانجة ووقع في هذه الإشكالية وكان رجال أعمال وكان لا يريدون أن يكون هذه المشكلة هذا يجب عليكم بغينا شيء واحد يأخذ هذا الفريق مع الأسف كل شيء يتهرب ولسيما كانت هذه المرحلة ديال القيام طيب علش كيتهرب هذا السعب الحبيب كيتهرب أولا فريق كان في الوضعية ديال كان يحصل مراتب أخيرا كان عليه ديون تقريبا واحد ستاشر مليون ديال الدرام ديال ديون لعيبين مستحقة ديال لا أخذين هاشي واحد الحالة التي كانوا يعيشون في لاعبين كانوا ساكنين في السونطر الذي لدينا فزيئة واحد الحالة مزرية لا أكل لا مال وفوق هات شي هذا كنتعرف اليوم تسير ديال كرة القدم صعب جدا وشق ولا سيما في هذه المدينة هذه هذه المدينة عند خصوصية ديالها متغيرة كين اللي يقول لك ودير حقها اشتراعات سياسية لديك الفريق لا يجح لا هذا غلط هذا أنا اللي كن قول هو كين واحد الضغط اللي يكون على الرئيس والمكتب حتى من طرف الجماهير طيب كنش خديتي التحدي يعني الفريق بمديونية ديال مية وستدية ستاشر مليون ديال ترهم مشاكل كبيرة فتحدي كبير واش طلقتي ضمانات من عند المسؤولين أو سلطات مدينة طنجة أنا هذا التحدي اللي خديت في حقيقة أنا ولد مدينة طنجة حتى أنا عندي غير على المدينة هذه عندنا أولادنا في مدينة طنجة والدين ديالنا في مدينة طنجة كبرنا في مدينة طنجة أنا داعي سابق في كرة سلة عايب نخلي الفريق بينما كانت قنبلة ملغومة بحل الهدية ملغومة باش تاخد الفريق في مرحلة القياب هو في المرات الأخيرة رأي ماشي سهلة وحقنا خليتها وخليتها بحل المسؤولية وبحل جدية واشتغلنا باش لديكستانة نقض الفريق باش ما ينزل القيسم موطنية للهوات جاحنا الحمد للله لديكستانة ما طحنا شي عملت مجهود الزبار والحمد للله اللي خلت الفريق لنا في قيسم موطنية ثاني واشتغلنا في الأعمل المراهجة في هذه السنة اللي فاتت خدمنا بوحل عقلانية وكنا قابقوا سيني أو أدنا باش نسعدوا إلى قسم موطنية الأول حصلنا مركز الثالث بحق مع الأسف شديد اللي لحظت وانا اللي يبقى في الحال هو أنا كنمشي بالفريق وكنسمع بالسبان وانا كنتشتم فيها وأخيرا نقدم استقالة في موسم هذا الموضوع طيب تفكير تكلمة بتفصلي لسمحتي عبد الحميد أبرشان تفكير الصعود للقسم الوطني الأول يمسل بديسوك تحسل أن الفريق ممكن أنه يلعى في القسم الوطني الأول وانا بستنى اللي فاتت موسم اللي فاتت كنا بغينا الفريق يطلع عندما تطلع مركز الثالث بحق مع الأسف ما كيش اللي يشجع تشجع ما كيش مع ما كيش اللي يعاون مغير بعد المنح من المطارات والجامعة الترابية هذا من نح اللي كنت تعرف اليوم الفريق خصوصا في طنجة رأى الميزانية تكلف 11 مليون درهم في السنة صعيبة لكي توفر المبلغ هذا نحن بجهود الحمد الله قمنا بجهود وقررت مع نفسي قوة الفريق إن شاء الله يسعد محدي أنا رئيس يسعد كيش تغلبت الديون اللي تكلمت على سعد الحمد وبحق لا تغلب شيئا بقي لدينا ديون سددنا 11 مليون درهم بقي 10 مليون درهم وعند زي المصارف اللي نصرف بعد هذا الموشي وهذا السنة رأي ميزانية حسنة 15 مليون درهم 10 مليون بقى ديون أنتم مقبلون على القسم الوطني الأول فأي تحدي كيف ممكن أن نلعبه في البطولة الحسيرات فيها وباقي في ديمتكم 10 مليون درهم ليس بالمبلغ السهل بقى شيئا سهل بحق اللي يعطى الله هو هذا اللي اللي لقينا هو هذا غير هو اللي كاين الحمد الله نحن ماشي بحكم في سنة ستعنا نخلص السلمين درهم ماشي صعيبة والإشارة غير محتضينين محتضين ما كان شيئا محتضين اللي عندنا مكسل موطني مطارات يعطينا مليون درهم في سنة شيئا بالغل اللي هو ما يسدد لك شرائن للأجور اللعب اللي ستدد رغم ذلك هو كالغيرة على فريق دينا وكان بغيو نفرح هذا الجماهير الذي تعشق هذا الفريق للتحر التنجا وهذا هو الفرح دينا منا ما نشوف فريق دينا ما نشوف أنا نقول لك وحلقة دينا يمكن حتى قميس دينا نبيع لهذا الفريق هذا هو الواضح الأهم والشغل دينا هو أن نفرح هذا الجمهور كنت تكلمت عبد الحميدة برشان علام مشروع كوروي لتحقيق صعود التحط تنجا إلى البطولة الاحسيرة فيها نقدر نعرف هذا المشروع هذا المشروع الأول يجب نعمل فيما يخص نكونوا لعبين يكونوا لعبين في المستوى هذا الذي كان على الأسف غائب في السنوات الفتز لم يكن اهتمام بالفئة الصغرات هنا توجد اللاعبين وكل مستقبل مفرق الوطني داخل المغرب تلقى إلى راح ربعة أو إلى خمسة اللاعبين الذين محليين هذا يتقل بالكاهل الفريق من ناحية المادية هذا سنرى البرمج وعامنا برنامج إن شاء الله بقينا المحتضين بقينا نشوف ناس يتصل يقول لك يمكن السنة يمجان لكم محتضان هذا يراجع لكتفة الجمهور والسنة المقبلة سيكون مقابلة كلهم عبر التلفاز مباشرة وهذا يقلب المحتضين المحتضين يخصو فريق تبع الجماهير وتصير في مستوى أكيد الأمور تغير مع صعودكم القسم الوطني الأول إلى رجعنا عبد الحاميدة برشان إلى تاريخ الفريق نجده لم يحقق نتائج تذكر لهم محتلال المركز الثاني عام 1990 وكذلك تأهلوا مرتين لكأس العرش الآن بعد هذا المصر طويل ثمان سنوات ليس بمدة هينا وشح وجدت أمامكم الرجل الأول في القسم الوطني الأول أكيد ما مشروع بين عينكم محدود لأن الوطولة الاحسرافية ليست هي القسم الوطني هذا وعين به دائما نجتمع مع السيد الوالي والعمدة المدينة لكي نرى فيما يخص السنة المقبلة كنتعرف ميزانية كنتطلب نحن نريد الفريق الذي كان لديه فريق قوي لا نريد أن نخرج قسم الوطني الأول وننزل القسم الوطني الثاني بحال الذي يقع سنة 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 نريد نريد أن يكون لديه فريق قوي للي رئيسنا أنا كان وعد الجمهور باش إن شاء الله سيكون عندهم واحد الفريق الذي هو في المستوى الذي يطمح به جماعة الاتحاد طنجا أنا كان طمأنهم وليس هذا وقتنا بجدية وهذا فريق دينا وأنا كان افتخر بهذا العمل الذي أقوم به أكيد مجموعة من الفئات والعناصر لساهمات في تحقيق هذا النتائج أكيد اللاعبين عندهم دور كبير في تحقيق النتائج الإيجابية التي يحقق الفريق الآن السؤال المطروح التقليدي أي فريق مع صعود إلى القسم الأول إلا وأنه يغير تشكيلها يعني هنا السؤال المطروح وشكينشينية في تغيير تشكيل الحالي شوف اللولا بعد ذلك نشكره التقم التقني المجودة لعمل رأسهم إطار وطني سيامي بن هاشم وحتى اللاعبين لها المجودة هذا يبقى الشغول المدرب مدرب والذي عنده الصلاحية فيما يخص انتدابات وفيما يخص والذي عارف الفريق الذي يمكن أن يكون معه لكن سمع الاتصالات على المكسر المصيبر بعض اللاعبين للكزاولوا فهذا سيعزو فالق دينا ضروري اللي عنده مجربة في قسم المطارين الأول هذي اللاعبين التي تم تتصال بهم ولاعبين في المستوى بحق شيء كثير سيكون ثلاثة أو أربعة العناصر التي ستدعم الفريق حسنتم معه الموضوع المدينة الطنجة حسننا تقريبا حسننا واحد مئة في مئة التي تم عقود مؤقتة غير هو الفريق لا يمكن أن نغير كله سيكون مدرب وعرف النقاط الضعف والذي عنده واللعب الذي يجيب ربما سيكون سؤال صعب ولو أنك تحفظ على بعض الأسماء لكن نعرف ماذا بنا نعرف الأندية التي تصلت بها وكان في المتصال مباشر معهم لتأخذ اللاعبين وما كان هنا لنأخذ الأسماء إذا كان ممكن هو من باب الأخلاقيات وما يمكن أن نتقل الأسماء للاعبين ولا سيما البط بقية مثال الأندية حتى فيما يخص الاتصال يتم مباشرة مع اللاعبين ليس سيكون ثالث لمدة العقود مع الفرق وما سنستقطب مباشرة نتصال معهم وإن شاء الله من أي نادي سننصر بالأسماء لهم لا يمكن أن نصرح لك هذا على مستوى اللاعبين على مستوى الفريق التقني على رأسهم المدرب أمين بن هاشم وما زال مستمرين مع المدرب أمين بن هاشم مع العقد في حالة السعود سيقف بأي شرط أكيد الشرط ستختلف تمام فعلا نقاش فيما يخص العقدة سيطلب تهو رفف الثامن الأجرة ويأخذ هذا سيكون عقد سيعمل من برمون معه إن شاء الله بالترى أمين بن هاشم محترف وعرف شن متطلب وعرف شن نعمل ولما تنسى شي راح تهو وراء هذا إيجاز كبير اللي سيطلع وحال الفريق تحت طانجب في يد أمين بن هاشم راح تحسب له بارماريس ومدينة طانجب مدينة كبيرة فبقوا في الإطار تشكيل اللاعبين وفريق التقني للفريق أكيد معلومة لدينا مينحة الصعود اللي هي مئة ثالث درهم كل اللاعب في العقد مينح المقابلات التي يربح وتعد خارج الميدان الحمد للله اللاعبين مرتاحين نحن نمشي معهم تقريبا أجر واخدين مستحقة كل هذا الشهرية بقي واحد دوز طرنش منحة اللهم التي تسل الأسبوع الجزيرة نعطيهم واحد طرف منها ونحن يبقى واحد طرف حتى تغيث هذا الموسم طيب أريد أن تحدث لي اسم عبد حمد أبرشان على مسائل تقنية ولو المدرب المفروض أنه يجاوب على هذه الطروحات لكن ما دمت أنت هو الرئيس وتمثل هذا الفريق الفريق يعاني من المشكل التهديف نعرف نحن اتحاد الطنجة أكيد كيحتل أكيد استدارها هذا ما فيه فيه نقاش لكن بلغة الأرقام بلغة الأرقام نجد أن المعدل التهديفي لاتحاد الطنجة سجل 17 هدف 20 مباراة يعني معدل أقل من معدل التهديفي للفرق الأربعة المطاردة نتحدث عن يسوفية صبر رشيد أي تملول ومولودية وجدها ما كنش تخوف من هذا الجانب هذا يبقى خطة المدرب كل مقابلة وكيف يشكل يمكن يعمل يحسط ويصحح الدفاع لكن هذا مشكل يحمل مكونا الطريق أهم حاجة عندي هو أخذ ثلاثة نقاط وأهم حاجة عندي هو نقوم في صبور الترتيب عن الأولين أما فيما يخص شجل ثلاثة أو أربعة أنا شي ما يهمني هو الصعود ثلاثة نقاط أول وكي يعرف كيف يجير مقابلة وما أصبر الله عليه هو مدرب عنده تجريبة مدرب محنك بالنسبة لنا كم كتب فرحان به النتائج وخ ما قلة الأهداف أقرح بالحمد الله وما لا تنسى شي خسار يمكن ندخله في جينيز لكن كانت عدلات كثيرة كانت ثلاثة عدلات ربما لضيع فالفريق نقاط مهمة شوف تنتصر جميع المقابلات كرة القادمية وما كانت حتى ثلاثة عدلات يعني لا تنسى شي في هذه المرحلة ديال الإياب رح صعيبة كيف الفرق لك ستنقدر ستنزل القسمة الهوة كيف الفرق لك تسارع لك تحتل المركز الأولى رغم هذه مرحلة صعيبة وزيد الحمد الله نشوف اليوم ربع النقطة وعن 11 نقطة بين المركز الثاني الحمد ساعة لك نسجل في الحلقة هذه الحمد الله نحن بحق خطة ثابتة لك نستعد قسم وطنية الأول إن شاء الله ولو وفقنا الله طيب تكلمنا على الجانب المادي الجانب المادي أكيد مهم لضمان سير رأة أي فارق كيف ما قلت البطولة الاحترافية ماشي هي القسم الوطنية الثاني الميزانية التي تسير بها فارق القسم الثاني ماشي هي الميزانية التي تسير بها فارق في البطولة الحسرافية كيف فكرت هذا الأمر نرى هذا الموضوع نحن وعي به ورأس منتذب معي والسيد ولي كذلك لدخل معنا في المشروع واللي يتسبع معنا جميع المقابلات وكل صغيرة وكبيرة على الفارق ندخل بعض الخصوصيات الثاني ماشي تسير الفارق الآن في قسم الوطنية الثاني تسير 11 مليون الثاني ووصلين للسعود مليون الدرهم وصلين للنصارف لكي نكمل البوطولة يمكن أن يصل إلى 15 مليون درهم مع المنط الذي سيكون وصل إلى 15 مليون درهم غير هو الذي نجاح النذاء من هذا المنبرة لكي نرى الفاعلين اقتصاديين يرى هذا الفارق يعاون هذا الفارق لهم وخب يكون محت ثمان رمزي لا ما نطلبه منه شيء خيالي تقريبا عنه سمية وحدة صناعية أنا كان نقول لأ التوغي وحد خمس آلاف درهم في السنة ويمكن نعطيهم مقابل لهم العمال يدخلوا في كل مقابلة ونستعد يفتحوا هذه المدرسة التي لدينا في التحط الطنجة في الفئة الصغرى يجيب لهم يدخلوا مدرسة نعمل محتمل رمز ونحن يخسروا وما يفتحون لديهم ويعاون هذا الفريق وهذا الفريق لمدرسة لمدرسة الفريق لتطلع عن قسم موطني أورا ستكون وحق إضافية لمدرسة الطنجة واليوم لدينا مشروع الطنجة الكبرى صاحب الجلالة وفيه قرية ريادية التي توجد مساحة دي الاثنين وشتين كثار المبلغ صاحب الجلالة يشتغل مكونات كل إشارة صاحب الجلالة لن يجب أن نتعاون كل انتصالات مع المؤسسات أو الشركاء الاختصاديين حروق الآن لم تتسنى من أي شركة التي تأتي قبابك ويقول أريد أن نتعاون لا فعلا نقول لك السنة التي تت تمت واحد جولة فيدي كنت تصل بشركة بشركة كنت مع جمعيات لهم وكان الرفض حقيقة كالرفض لماذا؟ يقول لك فريق مشاكل فيه استقرار طيب على شو الرفض وما عرف سأل كيف يمكن قنعوا الشركاء هذا لم تقنعوا بهذا فريق يسعد إن شاء الله قسمت الأول يكون هذين نسمعون ما عندهم بشي الروح المواطنة والروح المواطنة هذه مدينة هذه رخصهم يشوفون هذا الفارق هذا الفارق الذي هو وكبت وبحل يقول لك تعطي قيمة إضافية من تنجا لا تنسى شي لديه الإشعاع دولي رابنا الناس تتصل بي محبين بلجيكا الجالية المغربية وليس اليمن الناس التي تعمل بلجيكا في أليمانيا وولندا وإسبانيا تتصل بي يقول الرئيس بارو وطلع الفارق ونحن معكم نساعد راب فرحان لا تنسى الجالية المغربية التي كانت بلجيكا وكانت الجالية مغربية الناس التي تنسى مدينة تتوان يبقى في قسمة الأول وطلع في قسمة الأول وطلع ما يقول لي الرئيس بغير الفارق ونحن نساكين مدينة تتوان ونحن في قسمة الأول رأينا ما نسمع منه لا لديكم فارق أكيد ربما كنت خوفات مادية أكيد كنت خوفات من خلال كلامك لقدس عبد الحميد برشان وش قطمحوا بالرغم هذه المشاكل وكيف ما قلت لا تتعاو أنكم ترجعوا للخلف يلا تحطي في قسم موطني الأول خذكم تبقى في قسم الوطني الأول طيب ما تتعاو أنكم تخلقوا فريق منافس فعلا أنا تخوفات ما أشوف أنا محد كي السلطة المحلية ولأسهم السيد والي الذي دخل معنا فات مشروع أنا لا أظن أن يكون تخوف وعندنا عمدة المدينة رغم السلطة وقابر الصرف ويمكن من يترفع إن شاء الله نأخذه على سبيل المثال نأخذه من المجلس المدينة جد ما ينوز الدرهم في السنة الذي أخذنا هذا العام رغم نطلع قسم موطني الأول ستضعف وحتى فيما يخص عندنا مجلس المدينة المجلس العاملة التي كان رأسا مليون الدرهم في كل سنة يمكن سيضعف كان من هذا الجهة المساعدات للجماعة الترابية كيف يوصل لها عبد الحمد طبعا بين الجهة ومجلس العمالة ومجلس المدينة كانوا وصلوا واحد سل مليون الدرهم نعم يعني رقم يبقى أكيد محدود هو في الحقيقة نتكلم عن الفرق نتكلم جميع الفرق الوطنية تدخل مباشرة تدعم الفرق لا يجعل رؤساء الفرق يتخبط باركة رئيس الفرق يتقل عليه ويتعرض الكلام مع الأسف السبان يجي الوقت ما زبر تشير رئيس كيف نسمع على شركة متخصصة في الألعاب الترفيهية تتعرض أو تمد يدها للفرق تحط طنجا من أجل احتضانه أو تمنح مبلغ المليون ونص المليون الدرهم ويترفض من طرف الجامعة الحضرية لمدينة الطنجا من أجل استفادة من رخصة الفضاء للألعاب الترفيهية مليون ونصف مليون درهم لماذا حرام نرفضها هذا منعش اقتصادي الذي جامد يده ولم يكن ندقي عليه الباب حمد الحميد لا ندخل في المجلس المدينة وهذا فريق المدينة فريق المدينة حقيقة غير هو قين واحد يستخدم يستفيد لا يمكن يكون جوش بعضهم أو بنفس المكان هذا ما يمكن مقدش هذا السيئة طيب كيف قبلت هذا الخبر حقيقة نحن زيد فينا مليون درهم في ميزانية الفريق بزيانة لنا رغم ذلك هذا ليس مشكي كبير الحمد الله نحن ماشي وغادي استطعنا اليوم نتكلم معك اليوم نوف 9 درهم نرى شي سهلا لا الحمد الله الفريق هو ماشي وما تنسى شي عاوة المداخل الجمهور ستساعدنا رأي يمكن نحن نجي من الترتيب الثلاثين بعد الرجاء والويداد من ناحية المداخل رأي الجمهور هذا يمكن أن تكلم على أرقام رأي وصلنا مئة مليون وربعم ألف درهم المدخول للجمهور للتحال طانجة رقم جماعة وقد أعطتنا 250 مليون مهم المبلغ محترم هو فعلا السنة المقبلة سعدنا ستبدا لا يبقى نفس تذكير ستبدا ونحن يمشون نفس أعطينا لأنه يكون فرق لنضي القسم المطني أول وعننا ملعب كبير وملعب للفرجة نعم طيب أملي كنت تكلم على جماهر أكيد كنت تكلم على منخريطين فسمعنا وهذه المناسبة أنك تأكد أو تنفي عبد الحميد أبرشان أو سديته أو قفلته باب الإنخيرات للجماهر هل أنتم في غينة عن أموال المنخريطين نعم 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 5 ألف دران وكنا نعم في جرائد على أساس المنخريطين يأتي مرحب يأتي نزل الملف ويكون كالسفة الشروط لدينا في دفتر تحمل الجمعية ويأتي ويأتي 5 ألف دران ويأتي يأتي من خريطين في ساحة من الإعلان في جرائد الإعلامية أو كذلك لأن تر تمنى لن الأساس لا يأتي من خريطين ويأتي من خريطين أحد لن يطلبون أن يهوت السقف من خريطين نعم 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 ذكرت ملعب طانج الكبير نعرف أن الملعب يستقطب جماهر غافرة يصل في بعض الأحيان إلى 40 ألف متفرج لكن كان مشاكل من حيث الولوج لهذا الملعب حتى مشكلة تأدية التذكير كين مشكل كيف كنتتعامل مع المعطاة ونحن مقبيل وكيف مقلنا على القسم الوطني الأول أكيد إدارة للفراخ قد ضرر من هذا الإستعامل نعم نعم بالنسبة لنا نعم كانت تشتغلوا في دائد الأسبوع وكانت بدأوا نهيئ المباراة التي تكون لدينا داخل الميدان كان لدينا لجنة منظمة التي تشتغل وبتتنسيق مع السلوط الأمنية وقعوها فاوت كل مرة نصح الأغلط على سبيل المثال هذه الأسبوع المقابلة التي جاء إن شاء الله تكون لدينا مع المحمدية ستختلف على ناحية التصنظيم ستكون سيلاف لقش كين صرامة باش يكون هذا اليوم إن شاء الله يوم السبت باش يكون واحد يفتح البيبان كلهم دي الملعب هاتش اللي كان طلبو به دائما لحقاش ما خستنش إحنا متفرج يجيب يتكرفص في الباب ويتبقى يتدفع ويبقى يدخل تهواء مرتاح هذا هو الذي يقول أنا إلى شغب لما دائما ما كان نتكلم عليه وهذه مسألة ربما يتخوفوا منه المسؤول للأمنيين ولا حسنتهم في الفريق والشغب الحمد لله لا يقع الشغب داخل الملعب الشغب الذي يقعه خارج ملعب لا يمكن أن نتحكم فيه لكن السبب هو مباراة دي الفرق تحت طنجة هنا نتكلم على الاستراتيجية دي لكم أكيد من ستكلم على الفريق في الخاسم الوطني الأول ستكلم على ديربي تطوان طنجة ستكلم على نادية الرجاء والودادة البيضاوين فرق كبير أكيد جماهير ستجي المدينة الطنجة كذلك الجماهير الطنجوية كذلك مشاكل كثيرة ربما هذا إن شاء الله كله ستغلب عليه وانا عندي واحد تتقال دعما لا ننسى من هذا المنبار أن نحيي رجال الأمن والسلطة المحلية على المجهودات التي يقوم بها تحدي كبير أكيد يتصنعكم كامل يتصنعوا بطريقة عقلانية والحمد لله لم يقعنا مشكلة بغير إشكال التي وقعتنا ضد نادي مكناسي وكان بسيط وستطيع تغلب عليه مرة الأخرى كان حيي رجال على التفاني والخدمة التي يقوم بها ونشكر مرة أخرى فملك نتكلم على نقو دائما في موضوع الجماهير لكن ربما الأسباب التي خلت فريق تحت طنجا أنه يمشي بشكل كبير وينجح في مصار ركي جماهير كبيرة وعند حب جارف لهذا الفريق فظاهرة قل نظير وحتى في أعتدل أندية في العالم نشوف مبارد القسم الوطني الثاني فيها 45 ألف متفرش فكيف تلقوا أنتم كمكونات لهذا الفريق أكيد تجيكم أصدع هذا بدأ نفرح رغم أنتخذ ملعب وكان جبار فيها 30 ألف أو 32 ألف أو 40 ألف هذا ليس سهل رغم يمكن لك تجمع هذا الجماهير بشي مناسب وغير هذه كرة القدر وما تنسى جمهور ديال مدينة تنجا لديه جمهور حضاري تشوف دكتفوات اللي يعملو ويشجع الفريق بطريقة حضارية دعما كان حي كان حي حلاش نعملو مجهودات كبيرة باش نرضي هالجمهور نظرا التفاني ديال وكي تبع الفريق ديال وخارج مدين كي سفر معه بشتل العيون ووجداء وكي بشي واحد كتافة وهذا كي يكلفهم وكي يكلف مصاريف مرة أخرى نحي هالجمهور نحط تنجاب وحقيقة جمهور يستهل كل تقدير وكل تنويه عندنا جمهور في المستوى أكيد الجماهير في جمعية محبين وفي ألترات فهنا السؤال هنا حدود التعامل مع هاد الفئة هذه وحنا هم ينظمون دائما ما هم ينظمون الاحسفالية وبعض المرات ينظمون حتى الدخول الجمهور للمدرجات هم حقيقة قلت يقوم بحد دور كبير داخل الملعب وهو أنا ما كنتخلش في اختصاص ديالهم رأى مريمة تدخلت فيهم ولا قلت لهم ما ينخسكم تعملون وحنا كذلك عاوسا من ناحية تسير وما كيعمل واجب ديالهم وقدم به وانا كنشوف ديك شي كيعمل احترافي وحنا كذلك فيما يخص تسير نحنا كنصير فريق دياله وطريقة احترافية وطريقة عقلانية والنتجة هي هذه التي نشتوح الحمد لله نحن تصدره مرتبة الأولى فمنك تتكلمنا على مشكلة الولوج الملعب فأكيد هو مشكلة تنظيمة يعني بشكل كبير فإلى أي مدى هنا أكيد المشكلة تنظيمة ربما يغضى عليه النظر في القسم الوطنية الثانية الأمر سيختلف في البطولة في البطولة الحسنافية نقل تلفزيوني فرق يعني جماهير عرس سيكون أكيد عرس كوراوي هنا في ملعب طنجاء الكبير المسألة التنظيمية كذلك مهمة فكرتوا فيها وضعتوا شيء استراتيجي للتغلب على هذه المشكلة ونحن قلت لك بدينا فيها مدى الأسبوع البارح كانت وحل الجدان اللي هي فيها السلطة المحلية ديال الولاية فيها رجال آم فيها قوى المساعدة ناس مسؤولين اللي كانوا البارح في الملعب وما بدنا نحضر المقابلة القسمة الأول هم رواعين وما تنسى فريق تيتوان سيكون في مدينة الطنجاء في مقابلة المسجأ وما يحضر كله سيعاون نتعلم سيكون استفادا كيف نبقى نضم هذا مجال للفريق تيتوان الطنجاء نستفيد مننا من ناحية تنظيمية أنا كنقول واحد القديات هذا الجمهور جمهور عندنا في المستوى جمهور حضاري نحن نوصل إلى واحد الوقت سيمراء لكي الملعب وعندنا كله مرقم في الكراسي يمكن كل واحد يمشي لما كان في نيجلس أنا كنلبي مجال مدني لأدام لكي يعاون لكي لم نوصل لكي بحل الجارة لكي لا لا أرى ترى منظمين وما ترى يجي خمسة دقايق بالمتدى المقاولة يمشي يجبر كورسي ديال وفارق بغير نحن ننصل لكي لو صنعنا هذا الطريق سنكون كسبنا واحد الشي كثير بزاف من ناحية تنظيمية صعودكم القسم الوطني الأول سيصطف مشروع العصبة الحسير الفية لخرج الوجود مع انطلقة الموسم المقبل أكيد معطى جيد سيخدم مصالحكم أكيد أنا فرحاني بهذه فكرة العصبة الحسير الفية لكنه كيف فرض مجمع الشرط منها مثلا ما نتكلم على جانب الماديق كثير ما نتكلم على جانب الأمني يعني فرضات أو دفتر تحملات العصبة الحسير الفية كيف فرض التعاقد مع أمن خاص وشوف نحن بقلو بقيم مع نشير أمن خاص لهو في المستوى طيب هذا الشرط من الشرط ما عندنا شي لكن هذا الشرط لا يجح لن يجح لن نتكلم لن نتكلم اليوم ضرور يخص يكون الأمن العمون الأمن الخاص لا نظر شي يجح أو لا خص هذه الشركات التي تضع طلبات لهم يحصل على ترخيص للأمن الخاص يخص يكون شوية يحترم حتى ترتاح مولاد لن يمكن رحقا نرى تقريبا شركة لا يتعقل في المستوى الذي يطلق حول له لا لديهم غرض هذا هو المشكل في تكوين هذه الفئة أو ماذا هذا الأمن الخاص للشركة يجب أن يكون الناس يكون أولا لا يجب أن يرى في أوروبا يرى أمر ريادي أمر ريادي الطريقة التي يتعامل بها لا يقول أولو بخصوص العصب احترافية ستعطي قيمة إضافية بالنسبة البطول الوطنية غير نتمنى الله يكون رئيس ومكسف مستوى لتغلب على هذه المشاكل التي كانت لم يختلف وإثنان على التحط طنج كيف يريد أن يكون الحال السنتين الماضيتين تقلقت الموسم الماضي كنتم قاربين من الصعود للقسم الوطني الأول الآن كنا الرجل الأولى في القسم الوطني الأول لكن نتخرج من خلال خارجاتك الإعلامية تحدث على السعي بعض الأشخاص في التشكيك لما وصل إليه الفريق الآن فعلا هذا من ناس التي نسميها بعد المشوشين للفريق وهذه هي الضريبة التي نؤدي هنا وهذا أعداء النجاح التي نقول لك ما هو المستهدف الآن درجة الأولى الرئيس أم الفريق هو حقيقة لكم رئيس بالستهدف رأى الفريق لك يستهدف رأى الفريق ولي مستهدف أنا حقيقة نقول الناس يقول الرئيس يشتغل في الميدان السياسي يمكن يجيب أصوات في الانتخابات المقبلة أنا كنت أسمع الكلام وداب الآن كنت أسمع يقول لكم لا يوجد انتخابات السنة لا يوجد فرقة أخرى هذا نسمع ويبقى في الحل لأي رغم عمري وصلت إلى هذا ناحية السياسية وصلت إلى المناسب لم يكن سيار الفريق الإنسان الذي نجح نجح في الأعمال ونجح في مجال السياسي يرمش من حق هين التسائل وطرح تساؤلات في حل ما هذه ودول نحن نعرف الموضوع للسياس والرياضة يعني بعض أشخاص يسربوا هذا في الجماهير ويخلقوا واحتقان مع الأسف لم يخصوش يكون أنت مع السياسي أنه يسير نادي رياضي معلوم أنه يسير نادي رياضي سياسي يمكن استطاع يجب موارد الفريق سياسي ورئيس مجلس إقليم لا يمكن أن نحصل من حد من يونس درهام في كل سنة هذا مهم وعدك تكون عندك احتيصة مباشرة مع السيد ولي لكن فنضر تركيش يجب هذه الجماهير كالطال بإبعاد سياسيين عن الفريق هو رياضة سيف ندو حدين بحالك يقول تصور كنت نتائج سلبية هذه وانا كان أعمل سياسة سي يمشي ضد فيما يخص هذا سياسي سي نعكس عليها نتائج كنت سمع السبب في الملعب وكنت سمع خيب في الشارع أمي أخذت الفريق أنا كنت أعمل سياسة وعندي غارة فريق سياسة لا كنت شبر فريق أنا هود الهوت واش متفق معي الله أنا أخذت الفريق حبا في مدينة لي وانا أول مدينة الطنجة واش أخذت الفريق هذا ونحن خارج سياسة سياسة أخذت 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 الفريق أو رائس هذا أنا لا أخذ 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 هذا ولا هذا. رأينا قلت لك. أنا كنت تفاجأت في الأول سنة. قلت لك السنة التي راحت. موسمة التي فات. حصل لنا مركز ثالث. في بداية دوس جميع العام. أنا دخلنا ولي ذاتين الضار. وقفوا علي واحدة أربعة ديال دراري. بسيارة ديالهم. وبدوا علي الشفاري القمار. أنا ندرك الوضع. كنت تقدمت استقالة ديالي. أنا قلت سويلي أنا شنعت الشيء هذا. واحدة عائلتي تاني تالي عائلتي. وتصور ده بنته. رأي جوح الوقت والله ما بقي شي شي رائسي. أقول كل شي غير شي حالته. ولسيما الناس ليون نزاع. الناس ليون ما يشتغلون بحل عقلانية وجدية. وغيرها عندهم على هذه المدينة. وأنا عرف ذلك شي كم مدفوع. رغم الله شكل يستيفتهم. ورغم ذلك. هل يكون شي طرف سياسي آخر؟ ممكن. ممكن وارد. لا وارد هذا. وأنا قدمت استقالة ديالي. يبقى الفارق عشرين يوم. بلا رئيس. وحتى حد ما دابلك كان نغلد الناس دابلك تستهدف. لا تبشي تأخذ فارق. رأي بقى عشرين يوم من فارق بدون رئيس. تواحد ما غير يأخذ الفارق. طيب قدمت الاستقالة ديالك الآن أنت مازال رئيس. فعلا تقدم استقالة ديالي. يبقى عشرين يوم من فارق بكيش الرئيس. كان الفارق هذا يبقى نفس المشاكل اللي يتخبط في هذه سنين بعد تدخولات ديال السيد العمدى. وقال إلا أخليك رغم القيناة. اللي غير يأخذ الفارق خصتنا دابا عرفت خبايا الفارق شنية استرفتي اخذتي تجريبا خصتك تكمل. وهذه مدينتنا وخصتنا نحاول ما أمكن هالفارق نستعدو بها إن شاء الله. عودتنا رجعنا هاتشي أنا عملتو على التغيباش نعرف شكونوا ما الناس اللي كي عملونا المناورة هذا. وشكونوا ما الناس اللي كي شوو شو لنا. واللي غيسي أنسهم عاديرينا. بحق الحمد لله. رجعت الفارق وأنتم ما كتشو الحمد لله. ماشي بعض خطات ثابتة. وهذا هو ضربة النجاح هي هذه. يبغي هنا ولا يكره هنا. حالا إن شاء الله في قسم موطنية الأول هذين مصلولوا. وهذين يكون لدينا فارق في مستوى وفي مستقبل إن شاء الله. طيب لو نتكلمو على كرة القادم أو الرياضة يعني بشكل عام في مدينة طنجة أكيد كرة القادم نجاحها راهين بنجاح جميع الرياضات. فكل شي لكرة السلالة هي رياضة قائمة الذات. وأنت كنت لاعبا لكرة السلالة. أكيد النجاح دي الفارق تحت طنجة كل شي تسنافع. إذا نجاح فارق تحت طنجة في القسم الوطني الأول أكيد حتى الرياضة بشكل عام في مدينة طنجة ستزهر والطوار. وفعلا ما أرده هو كرة القادم هي قطيرة. أكبر شمع أول إليكم الآن. هي اللي تجور جميع الرياضة. رجعتك فارق كرة القادم رجعتك جميع الفرق تكون جيدا. والحمد لله اليوم لدينا فرق كرة السلالة. فارق لدينا في بساوى. كرة طائرة. كرة اليد. باقي فارق كرة القادم ها هو إن شاء الله سيقول كلمة دياله. وغادي يكون حققناه. وعننا جميع الفرق في كسم طنجة الأول. جميع الرياضة. نعرف على الحمد أبرشان الجماهير دي المنطقة الشمال طنجة تطوان شاغوف وكرة القادم للإسبانية. أنتم الآن بحكم توفركم على ملعب كبير كملعب طنجة كنا إمكانيات على مستوى البنية التحتية لكنا نتكلم لها الآن. وش مكنش شي طوموح يعني بخلق أو عقد شراكة مع أحد الأندية لقريبة مثلا. نتكلم لها إسبانية مثلا. وفعلا وإلا أن تكون شئ اتفاقية ستكون واحد فريق قريب أنه ما لقى وكان واحد فريق قريب مدينة طنجة ونشاء الله نعمل معهم شئ اتفاقية نعمل معهم شئ اتفاقية بين الفريق بورتو بورتوغاري هذي كدرت هذي وسيني نعمل معهم شئ اتفاقية دي الأقل دي تكون دي تسكوين ويعطيونا معلومات في دون زف دي الأشياء فيما يخص دي الأسيام دي الكرة القدم نقوف ذكرنا رجع الموضوع أو رجع الموضوع دي البنية التحسية كما قلت أنتم كتستهفدوا من ملعب الطنجة الكبير الملعب الشركة المالكة لهذا الملعب كين مشاكل مع هذي شركة ربما كين تهديد بحرماكم من استغلاله فكيف ستتعمل عمال أمر ربما الموسم قريبا من انتهاء دياله لكن كين تتدرككم موسم شاق شاق وشاق جدا وحقيقة من جديد لهذا البوضوع لنقصه مزيان لولا الشي ما شي معقول كثم من هذي شركة السونرش وحي الفريق اللي هو مش في واحد طريق صحيح باش يسعد إلى قصة موطن الأول وكتب نعوه باش يلعب شي أعطي الشي تم جانب الإنساني ربما أخصوشي كون طيب هذي ملعب هذي شركة لو كنت تعرف هي خسد يتشجعنا لطلعنا قصة موطن الأول لغا تقوم لغا تغسالف ربما يكون كي يخدم كي يشتغل وأنا كنقول هذي شركة سونرشيز ما يسوي شير هذه القطعة الأرضية التي توجد لها الملعب هذي كراها كنت في ملك دي الجماعة الجماعة عملت نزع ملكيان أراضي دي الخوص وخلصت قريبا في يوم 21 مليون درهم ومقي ديون على جماعة شي 50 مليون درهم ما نزل تراعي غال جانب هذا هذي أموال دي المدينة الطنجة دي الشعب دي المدينة الطنجة لكن الشركة الملكة تشوف الملعب مملوء عن آخره رحكينا مداخيلي ورحنا عنا قلت لك عنا إكرهات رحنا ديون عنا والشركة مخشاش يتقع عوالا غير للمدخول دي الفارق دي الساحة الطنجة باش تاخد ديكت 140 على الدرهم في رح هذا الملعب الذي عنده مساريخ كبيرة رحكي يوصلوهما تسعود 20 درهم في سنة دي المساريخ رحكي شركة تشوف أنها عندها مصاريخ يصيانة رحكي شوكو يحضرون ندوات يحضرون محضارة لكن قاعد كبار هذا شيء كما نرى نقص أنا مجال لم نقص المشكل مباشرة نحن نحن سيد والي والسيد العمد هؤلاء مكلف هؤلاء الميل فهذا هؤلاء سيشوف كيف الشيء حاليا لعب مع نش شيء كنت أدّيو يعني لا ما كنت أدّيو ما هي الديون حق الديون على الفريق الديون 1.4 1.3 درام لدي الديون على الفريق وشيق دي ماشي 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 4 سنين دا بادي طيب تكلمتوا على هذا المبلغ وش مستعد الفريق تسديدها أو غطنا قشوها من أجل تخفضها أو ماذا أو تنازل عليها نحن مقبيلين إن شاء الله وللس عدنا نحن نتذبات العين في مستوى وللعبين يتطل وشيق وانا واخر يكون دابع عندي هال المبلغ لا يمكن أن نسحح على الفريق يكون عندي فريق في مستوى يكون ينافس أما الشيء أنا مخلي أن السلطة المحلية تجري هال المهلاف ويمكن لماذا مجلس المدينة أو مجلس ها هو اللي يخد سيدة المبالغ أو يعمل عقد بهم أما نادي خلص المصارف بالزفرية وليحوص نحض المشكل الآن فما نسموح لكم أنكم تواجهوا مشاكل بحل مهادي في المطولة الاحسرافية أكيد نغلق هذا الملف ونختم معك بملف آخر كيف ما قلت أنت مارس كرة السلة فعلا كنت أعرف كرة السلة في مدينة الطنجة كانت الرياضة الثانية من خلال الشعبية ديالها أريد أن رأيك في اندماج فريقي تحت الطنجة ونهضة الطنجة في نظارك خسي قرار بحلما هذا وإنك يصب في صالح الفريق والنتيجة أنت تشوف فريق اليوم وصل للمربع الذهبي لكأس العرش وحسف البطولة ماشي في مركز لي الأولى هذا قنقر رسائل جد الفرق يكونوا في قسم موطني الأول أو واحد في الثاني أو واحد أول هذا طعا جخص فريق واحد يكون فريق عتيد قوي يمكن أن تنفس على البطولة طيب الآن كلمة يعني ممكن أنك توجدها كان تحدي كبير كان تتظرك من الموسم المقبل إن شاء الله في البطولة الاحترافية تحدي آخر من نوع آخر تجربة ما نقول شي جديدة لكن في ظل معطايتها الجديدة البطولة الاحترافية هذا الكم الكبير والشغف الكبير للجماهير الطانجوية فالرسالة التي توجهها للجماهير الطانجوية ولا للشركاء الاقتصادية الموجودة هنا في مدينة الطانجة وللجماعات الترابية التي تتمثلهم من خلال منصبك فلا يمكن أن نتناقش على مشاكل في البطولة الاحترافية ونوجهتني في الجماهة الساحة الطانجة وشكرا لها الاهتمام لكي تتم فارق ديالها ولا الدعم لكي تدعم فارق ديالها غير هو الذي طلب منهم يزيد ويشجع الفارق ديالهم ويحرص على الفارق ديالهم أما فيما يخص الشركة الاقتصادية أو طلب منهم بشيعون هذا الفارق غيب ولو غيب واحد التعمال الذي هو رمزي ينخرط في الفارق هذا يساعد من ناحية المادية ولسيما الذي قلت سيبعوصفة احترافية ركض طلب مبالغ كبيرة السلطة المحلية رأي وعي بهذه القضية هذه نحن كمسؤولين في جماعة الترابية نحن وعيين إن شاء الله سنتغلبوا على هذا مشاكل كل وأنا كنتمأ الجمهور إن شاء الله سيكون لدينا فارق في المستوى التي ستكون عنده كريمة في المستقبل إن شاء الله عبد الحميد أبرشان رئيس تحط طنجا شكرا جزيلا لك شكرا أخبر شكرا